بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتك وزا طالنتي تريدر طبعا هذه الشركة هي عندها اكتر من حاجة تعالى كده نشوف عندهم الانستان فاندينج وعندهم نو ليمت تشالنج والكلاسيك تشالنج طبعا نو ليمت تشالنج اللي هو بدون اي وقت يعني هتدخل حسابات بدون اي وقت حسابات بخمس تلاف وعشر تلاف وخمس وعشر وخمسين وخمسين ومئة ومئتين الف اه طبعا نو طايم ليمت اه اه مرحلة اولة خمسة تمانية بالمئة والمرحلة تانية خمسة بالمئة وتمانين بالمئة مشاركة ارباح وليفردج واحد الى مئة والرفاند مئة بالمئة وما فيش اي اه مشكلة تمام طيب والديلي درو دون اه اليومي اربعة بالمئة والتراجع الكل عشرة بالمئة تمام ده النظام الخاص بالنو اه ليمت تشالنج تمام احنا يهمنا الانستان فاندنج الانستان فاندنج اه تعالي بقى نشوف عنده حساب الالف دولار ده بقى تسعة واربين دولار تمام والالفين دولار بقى تسعة وتسعين دولار والا والاربعة تلاف بمية تسعة وتسعين دولار والثمان تلاف بكام بتلتمية تسعة وتسعين والستاشر الف بسبعمية تسعة وتسعين والاثنين وتلاتين الف بمية الف وخمسمية تسعة وتسعين واعلى حاجة عنده الاربعة وستين الف بكام بتلات تلاف مية تسعة وتسعين تمام طيب اه طبعا انت مطلوب منك عشان تسحب اول سحب لازم تعمل التارجت اللي هو ستة بالمائة. وبعد كده اي سحب مقبل لازم تعمل على الاقل تلاتة بالمائة علشان تسحب. تمام? يعني هو لكنه مقيد بنسبة ربح لازم تحققها في بداية الامر اللي هي ستة في المائة في الاول. وبعد كده اي ربح تلاتة بالمائة هيكون مفيش اي مشكلة. تمام? ولا بد ان مليموم تريدينج دايز خمس ايام تدون ناشط. تمام? طبعا نو ماكسي موم تريدينج دايز لا يوجد عدد ايام اقصى حاجة لا لانه هو انستان فاندرينج. نو ديلي درو داوين لان اي شركة انستان فاندرينج هيقول لك في ديلي درو داوين دا كده بيتكلم في حاجة تانية ما احنا ما نعرفهاش تمام? انستان فاندرينج لابد ان يبنى على عدم وضع ديلي درو داوين. تمام? لابد ان تعمله اه تراجع كل فقط تمام اه اه ستاتيك اه درو داوين يعني تراجع ثابت تراجع ثابت ستة بالمئة تمام والسكيلينج كل ما تعمل اثناشر بالمئة يعمل لك سكيلينج طيب اه بروفيت شير اه سبعين بالمئة واللافريج واحد مئة اه طبعا مفيش بقى استرداد يعني مش هتسترد الرسوم لان هو اه انستان فاندنج تمام طيب خلينا انشوف البزنس بالان الخاص بيهم بسرعة كده الف دولار تمام انا هدفع كم عشان هاخد حساب بالف دولار هدفع تسعة واربعين دولار التراجع كم التراجع معايا فين التراجع ستة بالمئة ستة بالمئة يعني من الالف فانت بتتكلم في ستين دولار ستين دولار وهدفع تسعة واربعين دولار طيب تمام الالفين دولار هدفع تسعة وتسعين دولار والتراجع مية وعشرين دولار الاربع تلاف اه هدفع لهم مية تسعة وتسعين دولار والتراجع الخاص بيهم ميتين واربعين دولار هو ده يا جماعة هو ده في كل شركات التمويل بيبقوا عاملين كده بيبقى عاملك النموذج ده بحيث انت اه مش هتكسب منه الا من خلال تمام لكن الشركة اللي احنا هاجمناها وقلنا ان ده مخالف تماما اه للبيزنس بلان اه كان واضح جدا ان هو انت بتعطيه اه تلتمية فتاخد حساب تراجعه الف طب ازاي طب الراجل اللي دخل بتلتمية ده وخسرك تمام خسرك الف انت هتجيب منين السبعمية تمام هو ده تساؤل اللي احنا كنا بنسأله احنا ما بنهاجمش يا جماعة اه اي شركة وخلاص بالعكس احنا من مصلحتنا ان انا اقول لك شعر في كل الشركات من مصلحتي تمام لكن انا ما بمشيش باللي تجاه ده بشوف لو شركة انا مش هاجبني البزنس بلان الخاص بيه بقولك لو والله الشركة دي مهما اه اعطت ارباح شركة دي البزنس بلان فيه فجوة فيه حاجة غلط وبالتالي الشركة دي هتفلس اه اجلا او عاجلا فلازم انبهك تمام دي مش هتفلس ليه لان هو الراجل ضمن حقه زي ما بيقوله الراجل بيعطيك تمن تلاف دولار فاخد منك تلتمية تسعة وتسعين اه دولار طيب اتراجع بتاع التمن تلاف اضربه بقى في ستة طلع لك مثلا ربعمائة اه وتمانين تمام فربعمائة وتمانين انا واخد منك ربعمائة الستاشر الف مثلا تسعمائة وستين طب ما انا اخد منك حوالي تمنمية اه وهكزا الاثنين وتلاتين الف الف وخمسمية تسعة وتسعين واعلى حاجة الاربعة وستين الف تلات تلاف مية تسعة وتسعين لابد ان تكون الشركة بهازا البزنس بلان تمام طبعا عندهم الكلاسيك التشالنج ده مرحلة اولى سبعة بالمائة مرحلة تانية خمسة بالمائة وده طبعا اه ميني مام تريدينج ديز تمن ايام ولمدة تلاتين يوم وهنا ميني مام تريدينج ديز تمن ايام ولابد ان تستمر يعني تمن ايام تمام لكن هي معاك لغاية ستين يوم تمام هنا تدون ناشط تمن ايام وهنا تدون ناشط تمن ايام وهنا سبعة بالمائة وهنا خمسة بالمائة تمام سبعة بالمائة تحققهم في تلاتين يوم وخمسة بالمائة تحققهم في ستين يوم الدي لدرو داوين 5% التراجع الكل 10% مشاركة الارباح 80% واحد الى مئة اه 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 الرفع 49 99 199 299 499 999 الشركة دي يعني واخد نموذج الاسعار كما ينبغي يعني احنا كل دينا شفنا حسابات الـ 200 الف هي فعلا قرب الالف وبيتعمل عليها دسكون الميت الف هي فعلا بخمسمائة دولار الخمسين الف هي فعلا بتوتر ميت دولار في اغلب الشركات الخمسة وعشرين بميتين العشر تلاف بتسعة وتسعين دولار الخمس تلاف بتسعة واربعين دولار فهو لم يأتي بجديد في هذا البرنامج هو لم يأتي بجديد اه لميت تايم اه هو برضو نفس القص اي نفس الاسعار تمام بس هنا تمانية بالمائة وخمسة بالمائة ويرياحك من الوقت بيقولك لا نو تايم لميت تمام في سبيل اللي انت هتعمل هنا تمانية بالمائة وخمسة بالمائة طبعا ده افضل الفرق كلاسيك كان سبعة من يوه وخمسة يعني فرق واحد بالمائة تخليني تلاتين يوم وستين يوم لا الافضل طبعا نو تايم لميت نو لميت تايم تمام الانستان فاندنج افضل طبعا اللي انت هتدخل بس مطالب اللي انت هتعمل ستة بالمائة علشان تسحب تمام اه طبعا انا لما دخلت على ترست بايلوت شوف بقى القصة بتاعت الشركة لقيت كلام كتير يعني طبعا ده بتتكلم عن الكوميشن اللي هو المنصة هاي كوميشن تمام قالك فيها كوميشن عالي وكلام ده لكن اغلب الناس بتتكلم عنها بشكل اه المصطلح بتاعها بقى الاختصار بتاعها تي 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 يعني الشركة ديت زا طالنتد تريدر تي 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 تمام طيب اه اه اغلب الناس بتتكلم عنها بشكل جيد لكن حتى لو والدي دخلوا وكتب تعليق بشكل جيد برضو مش هصدق اي حد الا عن تجربتي الشخصية في شركات التمويل دي بتصدقش حد ولا تصدق علي يوسف ولا اي حد الا بتجربتك الشخصية ممكن علي يوسف نفسه ينجح في هذه الشركة ويسحب وفق الاستراتيجيته تيجي انت تشتغل تلاقي لا مش موافقين على الاستراتيجية بتاعتك او مش موافقين على بلدك او مش موافقين على حاجات كتيرة جدا تمام فخلي بالك من الامور دي الملاحظة ان الريفيوز لسه يعني مازال سبع عشرين فحتى لو السبع عشرين قالوا كلام طيب عنها انا ما اعرفش ضغط علي ايه اه لو قالوا حتى كلام طيب عنها ما يعني دول سبع عشرين حجم العين هنا زي بيقولوا في علم الاحصاء حجم قليل يا ريت حضراتكو تشوفوا الشركة دي وتقولوا لنا اراءكم عن هذه الشركة لانها قد تكون اه شركة جيدة للغاية لان الانسترال فاندنج القاص بي انا اعتقد اللي هو معقول يعني منطقي الانسترال فاندنج ده منطقي ان انا حساب الالف دولار فهحصل على تسع اه اه ادفع تسع واربعين دولار عزرا فهاخد الف دولار دي اه معقولة ومنطقية طبعا النمو الغاية اتنين مليون تمام النمو معاك حتى اتنين مليون فانا اعتقد انها امر يعني ممتاز جدا طبعا هي لسه شركة جديدة في ريت تعليقات حضراتكو وما فيش حد بقى يدخلها الا لما نحاول بقى نشوف تجارب الاخرين ونشوف هل الشركة صادقة ولا غير صادقة بس احنا بنعرضها في الاول علشان نشوف الاراء المختلفة حول هذه الشركة تي 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 شكرا جزيلا وطوفي انشوف